مبادرة اللطفة نركز على موضوع اللي هو من ناحية التعبير عن المشاعر إدارة الغضب تقبل الآخرين التنفس نبغيهم يركزون على كل هاي براكتسز عساس أنهم ما يوصلون لمرحلة أن يكونون متنمرين لأنهم ما يقدرون مثلا يدورون غضبهم فهاي المبادرة أصلا نحن مستهدفين فيها الطفولة المبكرة معكم وزا المزروعي من قسم التقيف المجتمع بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال قصة قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه هي قصة أطلقتها المؤسسة ضمن برنامج حماية الطفولة للأطفال ما بين عمر 15 و10 سنوات بهدف تعزيز تقتهم بأنفسهم وتقديرهم لذواتهم وتعزيز قيم تقبل الذات وتقبل اختلافات الآخرين وقيم اللطف لمواجهة السلوكيات سلبية في حياتهم اليومية مثل سلوكي تنمو ضمن برنامج تقوية الأواصل الأسرية أطلقنا لعبة تعرفني وهي لعبة تفاعلية تهدف إلى تعميق المعرفة بين الأفراد سواء كانوا أصدقاء أو أفراد أسراء تنقسم اللعبة إلى قسمين القسم الأول تعرف على نفسك وهي مساحة تكتشف فيها ذاتك القسم الثاني تعرف علينا مساحة تكتشف فيها الآخرين وجوانب مختلفة من الشخصيات يسم برنامج تنكين المتعاملين في إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء والأبطال لكي يتمكنوا من اكتساب القوة والمهارات اللازمة لإعادة السيطرة على مجريات الأمور في حياتهم يقسم البرنامج إلى تنكين المرأة وتنكين الطفل تنكين المرأة يقسم إلى ثلاثة مشاريع مشروع التدريب المهني ومشروع التدريب الحرفي والمهارات الحياتية أما بالنسبة لبرنامج تنكين الطفل يقسم كذلك إلى التعليم النظامي التعليم غير نظامي والدورات التعليمية والمهارية ترجمة نانسي قنقر